ضمن المساعي المصرية لتقريب وجهة النظر في سبيل الوصول لاتفاق وقف اطلاق نار بين اسرائيل والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تستضيف القاهرة لقاء رفيع المستوى يجمع المسؤولين المصريين مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن ورئيس المخابرات الامريكية ورئيس الموساد الاسرائيلي وتسعى مصر من خلال الاجتماع الى ايجاد صيغة توافقية بين الاطراف بما يؤدي الى وقف الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة ويأتي اللقاء في القاهرة بعد ايام من لقاءات جمعت المسؤولين المصريين بوفد من حركة حماس لمناقشة رد الحركة على مقترح باريس وسط توقعات بعودة وفد حماس الى القاهرة مجددا بعد اجتماع اليوم وأكدت حماس ان القاهرة ترى ايجابية في رد الحركة على المقترح فيما تعمل على اعطاء المشاورات المزيد من المرونة بما يسمح باستمرارها وصولا لاتفاق حول مجمل التفاصيل ويجرى النقاش حول وقف اطلاق النار ضمن هدنة انسانية ممتدة لعدة اشهر تقوم المقاومة الفلسطينية خلالها بالافراج عن المحتجزين في المقابل تفرج اسرائيل عن مئات الاسرى الفلسطينيين وبالتزامن مع ذلك يتم ادخال كميات كبيرة من المساعدات الانسانية الى القطع على ان تنتهي الهدن الانسانية بوقف شامل لاطلاق النار ووفقا لما ذكرته هيئة البث الاسرائيلي كان فان اسرائيل صاغت مسودة جديدة بشأن موقفها من الصفقة المقترحة ونقلت عن مصادر مطلعة على تفاصيل المفاوضات لم تسمها ان الموقف الجديد يتضمن مرونة معينة وتأتي هذه التطورات السياسية في ظل التهديدات الاسرائيلية المتلاحقة عن نية جيش الاحتلال القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة رفح على الحدود مع مصر وفي المقابل فان الاسوات الدولية المنادية بتجنب العملية العسكرية برفح تتزايد في الايام الاخيرة في ظل التخوفات من وقوع مجزرة كبيرة نظرا لوجود مئات الاف النازحين في المدينة بعد تهجيرهم من كافة محافظات قطاع غزة باتجاه الجنوب